كامل في العشية البنات نجيب معي كل شيء يعني كل شيء نجيب معي من الماحل عندي ما كان دير ويلو ذاك الشيء باش مبقيتش نصور لكم في الدار خاصكم تعرفوا البنات عاد شيء ولكن من اللي انتم او تحت طلب ديركم البنات والله العادي الى علاء وديتكم البنات سنصور هنا يا فدار باش نرضيكم باش هكالي ان هاد الفيديوهات يعجبوكم بزاف ودي ما كتقولوا لي بغينا نشوفوك في دارك توحشنا روتيناتك توحشنا مهم ان شاء الله البنات دا بايام خرجت صباح سيفة الدراري داوا معهم وصلت بنتي دزت الماحل شوفت الامور كل شي مزين ورجعت باش نصورها كرا انا وجد قوتي للدراري وخالي بنات قوتيك نجيبوه من الماحل ودابع وديتكم انا وجدوهم شيء هنا في الدار باش لان البنات ذاك الشيء اللي كان صوب في الماحل بحلاء انا كان صوبوه في داري ذاك الشيء باش نجيب اليوم الكيك نجيب القالك نجيب الملوي والمخبار لا نجيبوه نجيب على خبزة الشعير وهكي الكاب كيك وذلك الشيء للدراري ذاك الشيء اللي اعقزت والله الالبنات درتو في الحامس ونمشي دابو ونشاركها معكم ونشارككم هذا الروتين الصباح اراني قضيت ذاك الشيء اللي كان قضي كما قلت لكم البنات ونعمل وكان قليلا كمبت أن الوصول يعني ما كنتم بقليل فيها شيء وحتى الطياب لم تكن طيب كنتم تساعد في الدار نشارك معكم الغضيوة المرأة عاملة لأنها لدي وقت حر ولكن تكوني مشغولة هي نهار كامل وانتقاسة في الدار موهمات الشركة لكي لا نطول عليكم ونسأل الله يعجبكم هذا الفيديو وعجبكم هذه الوصفات سوف نشارك معكم هذه العشية سوف نجيبهم ونرجع ونشارككم سوف نجيبهم ونشارك سوف نجيبهم ونجيبهم مهم البنات انا دخلت معكم الكوزينة سوف نجيبهم اليوم كيك من خلط واحد سوف نجيب كيك وميني كيك لكي يجيزون كم لتنوعبها لوليداتكم في الصباح ومدراسة الوصفات ومدراسة الوصفات سوف نجيبهم الصغر وهو الكبيرة سوف نجيبها بالكريمة السهلة واقتصادية لتنوعب الكوزينة سوف نجيبهم هنا هي البنات انايه لتنجيب المقادر مضبوطة لانني مضبوطة كيف تدخلت المقادر كاملة سوف نجيبهم هنا سوف نجيبهم كالصون السندة كالصون السندة كالصون السندة لا تريد الكائسين سوف نجيبهم وفي نفس الوقت سوف نقول لكم المقادر وتبعوا معي الخطوات ونسى الله يأتيكم واحد لكيك زوين نوجدوا بعد القوتي الوليدات المدرسة ونشاركوا بالتراري ونشاركوا طبيلة القوتي ديانه هذه العشية نشاركوا هذا الرشيل الماسائي ويعجبوكم بحالة الفيديوهات كتروا لي البنات من اللي جائم في هذا الفيديو وملي كومنته ونسى الله ديما ندير لكم بحالة الفيديوهات وديما نشارك معكم اغلبية الغداء البنات من غير لو كانت شي ضياف ولا شيء حاجة نشارك معكم ان شاء الله وهكا الأغلبية سيكونوا وصفات القوتي اللي سينفعوكم لوليداتكم للمدرسة ونشارككم كيف ما والفتكم في القناة ديالي من البدايات ديالي البنات وانا نشارككم وصفات القوتي اللي السهلة واقتصادية وكنتوا اسميتوا عليها ملكة وصفات القوتي البنات هذا هو البنات اللي خلاني نقول لا سهنا واخنتي ما بقيتش كتكوني في الدار وعندك كل شي موجود ستجيبه ضروري شاركي لان البنات بغى وصفات مني وانتي ولفوا الوصفات وهذا هو اللي يحمسني وشجعني انني النوت ونوجد معكم الطغيلة كيف ما والفتكم دائما ان شاء الله ان شاء الله مميلا نطول عليكم وانا نقول لكم الطريقة والمقادر في نفس الوقت هنا البنات اخذي ثلاثة البيضات بحجم كبير ويكونوا بحرارة المطبخ من الأفضل البنات في الجو بارد بلا ما تديروا البيض في التلاجة حيث مني يكون البيض بارد مني كان ضربوهم على سكار ساندة ما كيتفاعلش بالزربة وما كيتضبرش لنا الخالد وما يعطيناش ذاك الكيكة الإسفنجية اللي كان بغيوه من الأفضل خليوا البيض وقاعي لك انتو ديرينوا في التلاجة وبغيتو تديروا الكيكة ديروا في شوية المدافي حتى هكي يطلق بي ولي بحرارة المطبخ قاعد خدموا بي مهم هنا ربعة ديال البيضات درت معهم كاس ونص ديال سكار ساندة ساشي ديال فاني وقبيصة ديال الملحة تقدروا تديروا قشرة حامدة يلا بغيتو مهم هنا يحت أنا غنقسم هاد الخاليط على الجوش غيكون النص هكا بالكاراميل والنص غدا نديروا بشكلات كي يجي واحد الخاليط اللي رائع واحد الكيك اللي اقتصادي وغينفعكم واقفين واقفين كتديري ضربع صفورين بحجرة مهم هنا لبنات درت كاس ونص ديال الزيت كنديرو خالط بحجم كتير باش هكايا كنقسموه وعلاجوش مهم نديرو كاس ونص ديال الزيت نخلطوه مزيان مزيان حتى كي ينساجم غادي نزيد كاس ونص ديال الحليب حتى الحليب هالبنات مما يكونش في التلاجة ويلا كان في التلاجة دفيوه واحد شوية وعده باش خدمو بي انا ما كانش عندي قاع في التلاجة غاي على برا نخلط الحليب هكا حتى كي ينساجم وهنا البنات غادي ندوز باش نقسم الخالط كتقسموه عادة باش كل واحد غادي ديرو ليه القياس دياله ديال الطحين وما زال كنين واحد الاضافات اخرين غادي نضيفوهم الخالط مهم حاولو البنات عينكم ميزانكم تقسمو الخالط من نص ولا ما شي مشكل مهم انا غادي ندير كيكة كبيرة بالكريمة وغادي ندير ميني كيكة بالشكولات لدراري هكا مهم بعد ما قسمت الخالطة البنات من نص النص غادي ندير فيه دانيت شوكولات والكاكاو والنص الاخر غادي ندير فيه يوغورت طبيعي وفلون فاني وتقدروا البنات ديرو دانون فاني وفلون فاني مهمتو ما كيبقى لكم اختيار غاي هو البنات دانون طبيعي كيعطي واحد الهشاشة الكيكة معك تكون في واحد الحموضة كي تجي الكيكة دياله زوينة من الأفضل ديرو الوصفة كيفما شاركتها معاكم غادي جيكم خطيرة البنات توحشتوا هاد خطيرة شحال ما سمعتوها مني مهم البنات درت يوغورت طبيعي ولا دانون مسوس تزدت معه واحد فلون فاني غنغربلو ديما البنات فلون كاكا وطحين اي حاجة غادي نديروها باش هكا ما كيكونوا شو حد الكويرات اللي كيبقى وسط من الكيكا وخاك نخلطوها كيدوبوش وحتى سر من اسرار الناجح دياله انكم ديما غربلو باش كيبقى مهوي عليها مهم هنه يعبرت معاكم كوشي بالتفصيل هنه بالنسبة للطحين بدرت جوش كيسان ديال الطحين وخلطت البنات غادي نزيد الخميرة جوش خمارات ديال الحلوة هنه يبالي الخاليط مازال خفيف واحد شوية هنه يلي ان البنات الخاليط شوية كان خفيف وعد زدنا له دانون يعني غيهزليكم ما بين جوش كيسان ونص حتى جوش كيسان وكاس الا ربع يعني ثلاثة الكيسان نقل لربع ولا جوش كيسان ونص اللي غيهزليكم هاد الخاليط سوف نخلط مزيان حتى كد نساجم الخميرة وذلك نصف كاس اللي يزيد تفلخر ديال الطحين وهنا هاد الخاليط هاد اللي بالفاني غدا نديرو في المول العجيب دهنتو مزيان بتزبدو ورشيتو بالدقيق هنه يلي بنات هاد القطر ديال هاد المول العجيب اللي عندي فيها 24 سنتيم راكي يجي واحد الكيكل كبير ازع ما حجم عائلي هنه الخاليط ثاني يا البنات ضفت جوش كووس ديال الدقيق وهنا درت شوية ديال المكسرات الزبيب والقرقع مهرمش انتو ماكيبقى هاد شي اختيار غيه انا حيث هكا غنقندير هال الوليدات ديالي لقوت ديال المدراسة بغيت نديرلي هكا شوية المكسرات ضرور يا البنات المكسرات دوزوهم في الدقيق عادة باش ديروهم في الكيكا باش ميهبطوش ليكم في القاع يبقى وقشات ديال الوسط مهم درت جوش كيسان بلية الخاليط باقي خفيف شوية غنزيد نص كاس ديال الدقيق تقريبا البنات رابحة بحال جوش كيسان ونص اللي درت فيهم بجوش ديال الطحين وهنا غنزيد جوش خمارات ديال الحلوة سوف نخلط مزيان حتى كنساجموا هنا يا صافي اخذت هاد القواليب السيليكون ديال الميني كيك انا درتهم فادل القواليب اللي طوالين كيجيو هكا بشتنوع مصافي ديال ما نديران هادوك بضايرين دابا درت فادل المال هادو اللي طوال كييجو هتاو مزويني كيجو في حد شكل ديال ماضلين مهم سوف نعمرهم هنا يرا ما دخلت لانا انا بغت اندخلهم بجوجهم فدقة لانا ندخلهم يوجد فران كبيرة لبنات فران ديال قز شعلتوا على عافيم وقد ادخل الميني كيك والكيك فدقة وحدا لانا عند ياد المال يسيليكون تقيل غليد وقد ادخلها فطاوة يعني غدي شد شوية طيب حلو بحل كيك موهما ندخلهم بجوجهم البنات في دقة وحدة باش بلا ما ننربح الوقس بلا ما نخلي الطيب وحدة وعد ندير تانية ولا ندير كلها وحدة بوحدتها هندخلهم بجوج في دقة موهما هاد الميني كيك هادو درت ليهم هاكا فوق منهم لبيبيت شوكولا موهما توم الماضلين ديالكم لهاد كيكات الصغار أنا عطيتكم الخالط وانتوم منهم مكسارات ولا باش غتزينهم كيبقى اختيارين دخلتهم الفران موهما هيا لبنات الكيكا ديال دانون مستوصل فلون فاني كتجي رائعة لبنات كتجي اسفنجية كتجي خفيفة بحل لقطن هنا هيا لبنات راكن قيصغي باش كتشوفوها شحال خفيفة هنشارك معاكم الكريمة اللي غدا ندير في هذه الحفرة ديال المول ديال المول العاجيب هنا لبنات تقدروا انتوم تسقيوها تسقيوها بالحليب دافي ولا بالحليب ونسكافي ولا الحليب وفاني مهم لي بغيتو انا ما كتعزبنيش مسقية ليش لانا انا غنعمرها بالكريمة وعد غنزيد نغلفها كاملة بالكريمة ولا سقيتوها غادي فاز قبز زاف ما الافضل لبنات بلا ما تسقيوها ما الافضل بلا ما تسقيوها هاد الكريمة اصلا كتجي مسقية وزوينها مهم بالنسبة للكريمة لبنات ديال السيطر ديال الحليب ديال معاه واحد فلون ديال الكراميل وكليكم ديال فلون فاني غين الكراميل كي يعطي ما داق زوين تلاتة المعالك كبار ديال اللي بودرة الكريمة باتسيير وغن دير ثلاتة잔 معالك كبار ديال سكار ساني دا لبنات الفلون كراميل مع الكريمة باتسيير كي يجي رائع جربوها هاد الكريم هاده جات خطيرة نخلطوا مزيان سكار كريمة باتسيير مع الفلون كراميل مزيان مزيان وغن ديقول الاشي في قلبه تحت كي يبديUnجم لي كي يبدي علي كنجيبوه مباشرك اضع الحفيرة المون العجيب نشد راسها قليلا رضغها تجمد نجد قسمين تجمد تجمد ونضيفها في الجن برد وسوف نضيف الكراميل سوف نغطي بها لوجه الكيكا نصف كاس دي سكار سانيدة مع كاس الحليب مع فاني حليب البنات سوف نضيف علقة صغار الطحين مع درست الحليب ونصف كاس دي سكار نضيفة مائلة سوف نضيفة حتى حليب البنات ونضيفة خلطة حتى يجيكم سهل نضيفة نصف كاس دي سكار في قطة على نار لما تخليقوا سوف نضيفة وتضيفة مع الدب لليل لون تحفى سوف نضيف سكار سوف نضيف سكار سوف نضيف سكار سكار سوف نضيف سكار نضيف سكار نضيف سكار ونضوز على الجنب كاملين هكاية بلصوص كراميل سا فيهنا يا لبنات غن ناخد الفيوتين كتواتم على ماداق ديال الكراميل وحتى اللون ديالك يجيزوين انتو مزينو باش بغيتو رشو الفيرميسي اللوزئيفي لحتوو كتواتم على ماداق ديال الكراميل كوكوم هرمش وإلا لقيتوها كتاخدوا وحد خمسة درهمقاء على البنات ديال الفيوتين وديرواجة الماداق دياله وعرجت وحد ذاك الكوستيون والذيك القرمشة كتجيزوينة فيها مهم غن نرشل وجه دياله كامل غن نغطيب هاد الفيوتين سوف نقدم الطورطة ديالي والكيكا بالكريمة اللي كتجي واعرة واعرة بزاف جربوها البنات وردو عليها في الكومونتار وهاي الطبيلة ديالنا البنات ديال القوتي وجدات من اللي وجدت الكيكات مشيت جبت الدراري غير جبتهم بدلو حويجاتهم وجينا باش نديرو القوتي باش هكايا اكرم يخدم تماري اللي عندو وينعصوه بكري مهم شاركتكم هادا الروتي للمسائي ولي هادا شهيوات لي وجدت اليوم القوتي كانتمنى ان شاء الله يعجبوكم الكابكيك يجي رائع البنات كيجي في المكسرات وكيجي بشوكولات كيجي لديد بزاف اما البنات هادا الكيكا بالكريمة ولا الكيكا لتمول العجيب كتجي خطيرة بصوص كراميل كيجي لديد بزاف وكانت استحق تجريبة بالنسبة لبنات الملاوي جبتهم معي من الماحل ما بقيش كندير الملاوي وين موجودين كنجيبوهم صراحة ولا فيها لعقزة البنات ولكن ان شاء الله غدير رجعوا للحماس والوصفات وان شاء الله غيش شجعوني بتاع علي قبل جيم هم اللي كيش شجعوني باش النود ندير بحالة دلوصفات كنتمنى تكون عجباتكم الطبيلة ديالي اللي شاركتها معكم البنات بكل حب و بكل فرح والله العادم بتاع عليكم وبدعيوات ديالكم الله القاسم كنت شجع النود و نوجد و ندير شحال من حاجة كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم هات جوج وصفات اللي سهل انتي واقفة من خالط واحد كتديري القوتي لوليداتك للمدرسة المينيكيك اللي يديو معاهم وكتديري هكا حتى شي كيكا زوينة بالكريمة تحطيها في طبيلة ديالك القوتي ولا تحطيها للضيف ديالك تقدروا البنات انتو ما ما تديروش لخالط كتير ديرو غيجوش بيضات وديرو غي النص ديال المقادير وديرو هكا اللي عجبتكم يا المينيكيك يا هاد الكيكا هاد يزيدو المهم المراحل راكم شووها في الفيديو موضحة كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هاد وتعجبكم هات طورته هنا قطعتها معاكم باش شوفوا كيفاش كيجيو الطبقات كيجي الكاراميل مع ذيك الكريمة مع الكيكا والله القسم البنات كيجي رائع حتى الدراري عجباتهم موهم كانت هذه الطبيلة ديال غوتي ديالي البنات را ما كان عاونا ندير العشا صافي كان ديرو غوتي مزيان كان راجعوه يقدروا البنات هكا هكا يلا وما عاك نوجد بعض المرات الليبات ولا الروز هكا نصلاقهم باش نوجد الصباح للغضاء الدراري نقدر هكا يندير لي مغي شي حاجا يلا قدروا يياكلوه اشتركوا اشتركوا في القناة